مساء الخير معا للإنقاذ حكومة العزم والأمل في سباق مع الوقت وهي اليوم أقرت بالإجماع البيان الوزري بصيغته النهائية مع التأكيد على التفاوض الفوري مع صندوق النقد وفقا للأولويات وبما تقتضيه مصلحة لبنان الإجماع على البيان في مجلس الوزراء جاء بعد محطة اللجنة الوزرية التي أنجزت المسودة بسرعة قياسية ما شكل صدمة إيجابية كما تأتي قبل محطة مجلس النواب الذي يفترض أن يمنح الحكومة ثقته في جنسة يحدد موعدها الرئيس نبيه بري فور إحالة البيان الوزاري إليه وقد تلقى الرئيس بري اتصالا من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان وكان تأكيد على ضرورة تطبيق القانون والدستور حفاظا على الوحدة الوطنية وستكون الثقة التي ستمنح للحكومة جسر عبور للحكومة للانتلاق في رحلة إنقاذ شاقة لا تحمل ترف إهدار الوقت لعلها تنجح في الإقلاع بالبلاد الغارقة بالمآسي والهموم جل هذه الهموم في المعيشة والاقتصاد وفي محاولة موضعية للحد منها كان اجتماع اليوم في وزارة الاقتصاد تمحور حول خفض أسعار السلع الغذائية في ظل هبوط سعر صرف الدولار إزاء الليرة وعلى خط المحروقات لا صدمات إيجابية حتى الآن المحطات مقفلة والتخبط سيد الموقف لكن الخرق العملني تمثل في وصول طلائع قوافل سهاريج المشتقات النفطية الإيرانية إلى الأراضي اللبنانية عبر مرفأ بنياس السورية القافلات الأولى قسمت إلى أربع دفعات بدأت في الوصول تباعا إلى منطقة بعلبك اعتبارا من ساعات الصباح